بسم الله الرحمن الرحيم في هذه المحاضرة سنتحدث عن النوع الثالث من أنواع الكتابة العلمية والأدبية وهي الرسالة وتذكروا معي أن درسنا قبل هذا المقالة ودرسنا البحث وفي هذا اليوم إن شاء الله تعالى نتحدث عن الرسالة حديثنا عن الرسالة سيكون في عدة حلقات هذه الحلقة سنتحدث فيها عن أنواع الرسالة وتعريف كل نوع وأشهر من كتب في أحد أنواع الرسالة وهي الرسائل الأدبية لاحظوا أن أنواع الرسائل ثلاثة أو نقول أشهر أنواع الرسائل الرسائل الأدبية الرسائل الإخوانية الرسائل الإدارية المراد بهذه الأنواع الثلاثة بينها فروق الرسائل الأدبية هي الرسائل التي يكتبها الأدباء للتعبير عن عاطفة معينة أو لشرح تجربة معينة وسوف نتعرف عليها عن قرب إن شاء الله تعالى وهي التي تكتب بصياغة أدبية راقية ويعتمد فيها على اللغة الأدبية المجازية التي تعنى بالصور والأخيلة ويدبجها الأدباء بلغة أدبية راقية وهي أقرب ما تكون إن كنتم تذكرون إلى المقالات الذاتية التي تعبر عن المشاعر والأحاسيس والتجارب الخاصة بالنسبة إلى الرسائل الإخوانية فهي الرسائل التي تدور بين الإخوان والأقارب والأصدقاء وأفراد المجتمع ومعظم الرسائل الإخوانية الآن بعد أن كانت تكتب على الورق ويتم إرسالها بالبريد بين الأقارب والأصدقاء مع تطور وسائل التقنية في هذا العصر أصبحت رسائل الـ SMS على الجوال من الرسائل الإخوانية لذلك أصبحت التهنئة والتعزية وغيرها من المناسبات يتم التواصل عن طريق الرسائل الإخوانية عن طريق الأجهزة التي أدت إليها التقنيات الحديثة فيما سبق إلى عهد قريب كان المغترب خارج الوطن لا يمكن أن يتواصل مع أقاربه وأصدقائه وأهله إلا عن طريق الرسائل المكتوبة لذلك نستطيع أن نقول أن رسائل الجوال تدخل ضمن الرسائل الإخوانية الرسائل الإخوانية عندنا الرسائل الإدارية وكانت تسمى قديما الرسائل الديوانية لأن الوزارات في هذا العصر نقول وزارة التعليم العالي وزارة التربية والتعليم كانت تسمى في نظام الحكومة الحكومات القديمة الديوان الديوان ديوان التعليم العالي وديوان التربية والتعليم وديوان الأمن وديوان الاقتصاد وهكذا وقد بقي حتى الآن لها بقايا لذلك قال الديوان الملكي وهي الإدارة التي يكون فيها ملك الدولة أو الديوان الرئاسي الذي يكون فيه رئيس الدولة لذلك تسمى الرسائل الإدارية التي هي الخطابات الإدارية داخل أي مؤسسة أو بين كل مؤسسة ومؤسسة أخرى لذلك أنت حين تكتب خطاب الطالب حين يكتب خطاب إلى عميد الكلية أو إلى مدير الجامعة أو إلى رئيس القسم فإن هذا يدخل ضمن الرسائل الإدارية الخطابات بين رئيس القسم وعميد الكلية أو بين رئيس قسم ورئيس قسم آخر أو بين مدير الجامعة وزير التعليم العالي أو بين وزير التعليم العالي وزير التربية والتعليم هذه تسمى الرسائل الإدارية لأنها بين الإدارات وتعنى بالشأن الإداري إذن صار عندنا أنواع الرسائل ثلاثة أنواع والفروق بينها واضحة وأكثر ما يتعاطاه الطلاب هي الرسائل الإخوانية التي يتبادلونها مع بعضهم البعض طبعا سنخص إن شاء الله تعالى لكل نوع من هذه الأنواع حديثا مستقلا والآن سنتحدث عن الرسائل الأدبية حديثا موجزا لأننا نريد أن نركز على الرسائل الإخوانية والرسائل الإدارية لأنها أكثر شيوعا بينكم لأن الرسائل الأدبية يكتبها الأدباء الكبار كما سنرى في هذه اللوحة الرسائل الأدبية هي التي يكتبها الأدباء انتصارا لرأي أو دفاعا عن قضية أو رغبة في نصح وإرشاد أو ترفيها عن النفس لذلك الآن علمنا أن الرسائل الأدبية يكتبها الأدباء لأنها تحتاج إلى أسلوب أدبي رفيع يعتمد وسائل وأدوات الأسلوب الأدبي من صور وأخيلة وتشبيهات وتعبيرات مجازية يدخل فيها الذوق الأدبي الرفيع والهدف من هذه الرسائل إما الانتصار لرأي أو الدفاع عن القضية أو الرغبة في النصح والإرشاد أو الترفيه عن النفس والحقيقة أن التراث العربي والإسلامي يحتفظ بعدد كبير من الأسماء الخالدة في هذا الشأن مثل الجاحظ والرسائل الجاحظ معروفة وأبو العلاء المعري والثعالبي وابن العميد وابن زيدون والصاحب ابن عباد وفي العصر الحديث مي زيادة والرافعي والمنفلوطي وغيرهم أسماء كثيرة جدا ركزت على كتابة الرسائل الأدبية والرسائل الأدبية قد تكون صغيرة في 5 إلى 10 صفحات وقد تكون طويلة جدا تمتد إلى 500 إلى 1000 صفحة ولكل كاتب من هؤلاء الكتاب يعني خصائصه الفنية في كتاباته الأدبية وهي مشهورة جدا هذه الرسائل وهؤلاء هم أشهر كتابها في التراث العربي والإسلامي ونظرا لأهمية الرسائل الأدبية فقد عني التراث الإسلامي وعلماء الإسلام عنو كثيرا بالتأليف في طريقة كتابة الرسائل الأدبية لذلك وجدنا عندنا كتب وصلت إلينا في فن الكتابة الأدبية فنجد كتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري ويقصد بالصناعتين الشعر والنثر وهو يتحدث عن الشعر والنثر ولاحظوا أن التأليف في هذا الشأن بدأ قديما جدا منذ القرن الرابع الهجري فأبو هلال العسكري رحمه الله توفي سنة 95 و300 من الهجرة نجد كتاب المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر الشاعر الذي يكتب الشعر والكاتب الذي يكتب الرسائل الأدبية والمقالة الأدبية وهي لابن الأثير المتوفى في القرن السابع في سنة 37 و600 الهجرة لعل هذه الصورة المختزلة والمختصرة تكفي لتوضيح الرسالة الأدبية لأن التركيز في مادة التحرير العربي باعتبارها من المقررات الجامعية سنركز بشكل أكثر على الرسائل الإخوانية وعلى الرسائل الإدارية لأنها الأكثر شيوعا بينكم وسيكون لنا جلسة أخرى إن شاء الله تعالى نتحدث فيها عن الرسائل الإخوانية وعن الرسائل الإدارية بمزيد من التفصيل نلتقيكم على خير بإذن الله ترجمة نانسي قنقر